حلقة النهاردة بتهم 645378 بني ادم مش هما بس الوحدهم على فكرة ده في كل واحد فيهم في عيلة واسرة مصيرها كده متعلق بمصيره أو متعلق بموضوع الحلقة النهاردة حلقة النهاردة عن الحقوق والواجبات ليك لطالب السنوية العامة اللي داخل امتحان وربنا يا رب يوفقكوا جميعا يوم السبت الجاي خليك معنا هقولك أنا شايماء بقران شاوي في حلقة النهاردة هي حقوقك وواجباتك وانت بتمتحن جوه لجنة الامتحان خلينا اقولك كده في الاول ان انت زي ما ليك حقوق واضحة وصريحة عليك واجبات جوه لجنة الامتحان لازم تبقى عارفها علشان تعملها بالزبط وبالتحديد علشان امتحانك يكون سليم 100% ولقدر الله ما يحصلش فيه اي مشاكل اولا طبعا حضرتك رايح في معادك المحدد اللي هو الساعة 9 صباحا بداية الامتحان مسموح لك ان انت تتأخر ربع ساعة بس طبعا ده لأي طارق يعني وتقول عزر مقبول لرئيس اللجنة علشان خاطر يسمح لك ان انت تدخل لجنة الامتحان دخلنا اللجنة وتمام اللي امتحاننا بدأ ويا رب ان شاء الله يا رب تبقى كل امتحانات سهلة وميسرة على كل اخواتنا صغيرين طلبة السنوية العامة هتبدأ بقى حضرتك استلمت ورقة الاجابة او كراسة الاجابة يعني هتبدأ من حقك ان انت تتأكد من سلامتها وان هي ما فيهاش اي علامات ما فيهاش اي اخطاء ما فيهاش اي حاجة ملفتة للنظر لو فيه لو حصل انه لقيت فيها اي حاجة غير مقلوفة من حقك ان انت تسلمها تاني لمرائب اللجنة ويديلك كراسة تانية بدأ مهم كمان جدا انه حضرتك بعد ما تخلص الامتحان تسلم ورقة الاجابة للمرائب يدا بيد لانه لو انت مثلا سبتها وخرجت من اللجنة ده ممكن جدا يعرضها للضيوع والمادة يعني ما يحسب لكش الامتحان مهم جدا كمان انه تعرف ان انت من حقك ان انت تسلم الورقة للمرائب قبل انتهاء الوقت لكن بنصف ساعة فقط طبعا مش محتاجة اقولك انه اي محاولة للكلام اثناء الامتحان او للغش او للتحدث مع اي حد من اللي حواليك ده طبعا هنا بيدي للمرائب الحق في انه هو يلغي لك الامتحان ويسحب منك كراسة الاجابة وطبعا يعني لقدر الله المادة تتلغي ويتلغي امتحانك فيها زي ما حضرتك كطالب ليك حقوق وعليك واجبات خليني اقولك انه كمان المرائب او الملاحظ اللي واقف عليك في اللجنة بيرائب عليك في الامتحان هو كمان ليه حقوق وعليه واجبات اولها انه طبعا لازم بيراجع بنفسه كل يوم امتحان عدد كراسات الاجابة ويتأكد من سلامتها ومن استفاقها للشروط وان ما فيهاش اي تلف ما فيهاش اي خدوش ما فيهاش اي تمزق مهم كمان انه هو قبل بداية الامتحان بيراجع او بيشيك يعني على اللجنة والمقاعد بتاعت الطلبة مهم انه هو كمان يشوف الجدران بتاعت مقر اللجنة بتاعت الامتحان ويتأكد ان هي مش مكتوب عليها اي حاجة مش ما فيهاش اي اشارات اي علامات اي حاجة بتشير لاي مواد دراسية اخرى او مادة الامتحان دي انه هو طبعا ممنوع عليه زيه زي الطالب الزب انه هو يكون معا تليفون محمول جوه اللجنة ممنوع تماما التدخين داخل اللجنة اثناء اداء الطلاب الامتحان هو لازم يراجع البيانات الشخصية لكل طالب قبل دخوله يعني يتحقق من شخصيتك وانه حضرتك الطالب صاحب الاسم اللي موجود عنده في الكشف من خلال كمان بطاقتك الشخصية قبل الامتحان فيه كمان حاجة مهمة جدا انه هو لا يجوز ليه مطلقا انه هو يفسر او يقرأ او يوضح اي حاجة لاي طالب في ورقة الامتحان او ورقة الاسئلة لانه لو عمل ده ده كده بيعرضه لمسألة قانونية وبيعرضك انت كمان كطالب على فكرة ان انت انت حانك يتلغي لانه هنا كده بيبقى ده نوع من انواع الغش داخل اللجنة خلينا اقول لك انه الحد الادنى للمرأبين داخل اي لجنة امتحان او اي حجرة امتحان هو اتنين لكن بالنسبه بقى ليه الصلاة اللي بتتسع لأكتر من كده يعني القانون او اللوائح بتاعة المزارة التربية والتعليم فيما يخص امتحان السنوية العامة اكدت انه لكل 20 طالب لازم يكون فيه ملاحظ واحد او مراقب يعني لو انت بتتكلم فيه مثلا 25 26 طالب في اللجنة لازم يبقى اتنين ده الحد الادنى للمرأبين على العدد ده اكتر من كده يبقى احنا بنزود ملاحظ لكل 20 طالب على فكرة يا جماعة السنوية العامة مش حدث مهم بس لاصحابها كطلبة ولا قصارهم ولا انا شخصيا بشوفه انه هو حدث مهم لكل مصر كل سنه السنوية العامة بتعمل حاله كده الحقيقى عندنا كلنا حتى لو انا مفيش في دايرة معارفي ولا قرايبي ولا صحابي حد من قضاع الحياة ببقى صعب او يعني انت لازم تلاقي بص حواليك كده تلاقي حد عندك سنوية عامة قريب او بعيد فلانه فعلا حدث مهم بجد وبيعمل حالة عند المصريين كلهم كان مهم جدا ان احنا نتكلم عنه في الحق والمستحق حتى لو هو ما فيهش قوانين وكالكاعد قوانين يعني بالمعنى الحارفي سوى فعلا كان مهم جدا ان احنا هنا في تليفزيون المصري اليوم نتعرض له ونتكلم عن كل يخصه سواء قرارات او تعليمات حقوق وواجبات يا رب يا رب كل امنياتنا لاخوتنا الصغيرين طلبة السنوية العامة بالتوفيق والنجاح خليكوا دايما معينا في تليفزيون المصري اليوم هنسهلها لكم بصطالة هنا في الحق والمستحق